اشتركوا في القناة 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 تبدأ تدي رسالة أو تدي أمر للخلايا إنها تبدأ تكون مكونات الخلية فعندي حاجة اسمها N-Gene وحاجة اسمها E-Gene وحاجة اسمها S-Gene وحاجة اسمها F-Gene يعني عندي مجموعة من الجينات الجينات دي هي المسؤولة عن تكوين الفيروس أول ما بتخش تدي أردر تكون الفيروس جديد طب إحنا النهاردة في البي سي أرد بنعمل إيه؟ إحنا في البي سي أرد بندور على هذه المواد الورصية هذه الجينات أو هذه الرسائل الورصية أو هذه الشفارات الشفارات الورصية دي هي دي البي سي أرد بيدور عليها لو لقاها يبقى في هذه الحالة يكون إيجابي بيلاقيها أول ما يشوفها نبدأ منها عملية تضاعف الجين ده نعمل له عملية تضاعف بعد كده يقول والله ده لو موجود لو وصل لمستوى معين قولك أده موجود يبقى إذن دوقتي البي سي أرد بيعمل إيه؟ بيدور على الجين على مجموعة من الجينات في قلب المادة الورصية بتاعته اللي بتدي أردر أو أمر لتكوين الفيروس اللي بيعمل الفجار في قلب الخلية سواء في الرأة أو في أي مكان يبقى إذن دلوقتي طيب حال أنا دلوقتي لو أنا عملت تحليل طيب إحنا بنحكم عليها إزاي؟ خلينا نقول إن فيه مجموعة من الجينات دكتور هو معنش قبله من خش في جينات معنش مش إحنا كنا عارفين إن التحليل لما بيتعمل بيتعمل حاجة من اتنين يعني ما بتعمله على الفيروس يعني على الأجسام المضادة صحيح صحيح نحن بحاجة على الفيروس بيش أر على الفيروس بتعمله على الفيروس آه بيش أر كان نفسي بيعمل على الأجسام المضادة بعدها ده يعني أنا كان نفسي تعمل على الأجسام المضادة لأ ده ليس ده الجزء الثاني ده الجزء الثاني من التشخيص نفسه ما فيه على الأجسام المبارد يعني احنا عند الوقت بتشتغل التحليل ده بيشتغل على الفيروس الفيروس موجود يدي بوستف فيروس مش موجود ما يديش بوستف لكن هل يحصل بس بحضة ده سؤالة واحد بوستف ويبقى 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 أصلاً ما عندوش ده وارد 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 إذا كان حصل مشكلة في أي حاجة حصل مشكلة في عملية سحب العينة نفسها سحب العينة حصل تلوث للعينة نفسها حصل تلوث للكيميوات المستخدامة نفسها فيها مشكلة حصل تلوث في منظومة العمل نفسها وارد لا بس خلينا اتبخ ان لو كل الحاجات دي انت مسيطر عليها وعنداش مشكلة فيه يبقى بوستف عنده يعيد بوستف يبقى عنده بس خلي بالك برضه مش معنى ان هو بوستف معنى انه مريض ايوة فهمنا انه يعني عشان نقول الرسالة مش معنى انه هو بوستف معنى انه هو مريض ليه لان معنى حاجة واحدة بس معنى ان الجزء او التارجد او الجزء الجين اللي انا بدور عليه معنى انه موجود قد يكون الجزء ده بيشترك مع اي نوع تالي من الفيروسات اه تمام فعشان كده طب دي بتبقى نسبتها كم لا دي نسبتها بتبقى قليلة جدا طبعا وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه هي النسبة 30% اللي بتتكلموا عليه لو نسبة 30% اللي بتبقى مش قليلة مش قليلة بس يعني انت النهاردة لانا فهمتم من الكلامة انت لو عملت تحليل لمية شخص ولمية شخص طلع التحليل بتاعهم ايجابي ممكن 30% منهم يبقى معندهمش الفيروس اه طبعا في 30% منهم بس طبعا احنا بنقول ان دلوقتي مع الوقت الحساسية زادت بتاع احنا بيكاف ده في الاول او ما بدأنا الاشتراع انما دلوقتي الحساسية زادت وبقيني النهاردة النهاردة ما باعتمدش على ده بس انا باعتمدش على اختبار بي سي او ده اللي انا عايز اكمله انت النهاردة باعتمدش فقط على الاختبار بي سي او لا انا عندي مجموعة من السيبتومز ومجموعة من العلامات والدلالات الاخرى اللي انا بيها بقى اقرر زي زي لا اشياء على الصدر ما هو الاشياء حصلتك بتلجيئ لها لما تبتيت تشتكي من اعراض ما احنا بنتكلمش عن مسا احنا بكلم ده على مريض وانت عايز واحد جايلي بسيبتومز باعراض خلاص حتى انت لو عملتوش تحليل بسيار ده هو دلاتي خلي بالك انت بيقولك لو عندك الاعراض تعمل ان انت عندك فيروس كورونا بس انا بتكلم على اللي هو ما عندوش اعراض اللي ما عندوش اعراض ما لو ده لو عمل لو هو بوستف هو ما عندوش يعني الاتين وعشرين حالة بتوعب بتوعب كورة دول ممكن ما فيهم ناس طبعا ممكن وممكن فيما نلسه اقول لحداك ممكن حاجة تانية ممكن يكون هو في مرحلة التعافي يعني هو خلاص عدى كل المشكلات كان واحد عندو الفيروس وظهرت على الاعراض بسيطة او ما ظهرتش ودخل في مرحلة التعافي لان احنا بنتكلم في ايه عشان برضو كل قضية توصل انا بقول ان انا بدور على الجين او مجموعة من الجينات بش اقلم انتو جينز بش اقلم الاتنين جينات بش اي من المادتين وراسياتين موجودة في قلب الايه او جزئين في قلب المادة المراسية بش اقلم الاتنين بقول ان دولة لو موجودين معناهم ان الفيروس بيتضعف وبيتكاثر انا لقيت واحدة معناها ان الفيروس ممكن ما يكونش مش موجود بلوش تأثير خلينا استألك السؤال بطريقة عكسية هو ينفع النهاردة حد يبقى عامل تحليل بي سقار ويطالع نيجيت في وعنده الفيروس اه طبعا دي موجودك نخليها الحلقة اللي جاي نخليها الحلقة جاي يعني استألك السؤال ونخلي الناس والمشاهدين المشتقين معنا نشوفوا اللي جابت خلصت الكابسولة وبعدين زي ما بقولنا كل اسموع الكابسولاتي اصبحت خلاص هيعارفة رايحة فين وجاية منين يعارفة دورتها في جسم الانسان اشكرك دكتور حمد راشد على الكابسولة بتاعتك والموناتك دايما بتدهننا خلصت الفقرة قولها النهاردة خلينا بقى نستعد للفقرة التانية والفقرة التانية النهاردة لو تتكروا من شهرين كنا بنكلم على تاريخ الاوبئة على مر العصور النهاردة هنتكمل الحلقة دي وهنتكلم على العلاج علاج الاوبئة على مر العصور خلينا نشوف ضيفنا النهاردة هيكلمنا عن العلاج ازاي وهو تعب عشان نجيب المعلومات دي تطلع لي فاصل ولا ايه مش عارف يا حاس انا حاس النهاردة الناس مش معايا انا حاس كده الناس مش عايز تطلع فاصل ايه عايزين يطلع كله على بعضية طلع لي فاصل اشتركوا في القناة